مراجعنا لحضراتكم مرة تانية الهواء مباشرة وعلى طول بنبتزي معاكم فكرة الصحافة ومن نورنا في الستوديو الصحف المتميز محمد طلعة الهواري الصحف بجريدة المصر اليوم سبعة خير يا محمد سبعة خير يا بي ازاي اخبارك ايه يمكن نهاردة اخبارنا مهمة جدا كتير وكتيرة و بس يعني احنا معاك تعني نبتزي على طول من الاهرام وصفحة الاولى برلمان الثورة يشن هجوما على العسكري الشروع الصفحة الاولى العسكري لن يسلم السلطة لأي رئيس قبل 30 يونيور والاخبار الصفحة الاولى تعويد الشهداء بالقصاص لا بالمال المصر اليوم الصفحة الاولى اربجي واسلحة ثقيلة وعصابات سطو الرصاص يحكم مصر الشروع الصفحة الاولى القومي لحقوق الانسان يتوصل الى معلومات حول الطرف التالت الاخبار الصفحة الاولى النتائج الاولية للشورى تفوق الاخوان والسلفين في القوائم واعادة على معظم مقاعد الفردي مصر اليوم الصفحة الاولى استمرار اغلاق هويس اسنا وشركات انجليزية والمانية توقف في رحالتها المصر اليوم الصفحة الثالثة الاحصاء ربع المصريين فقراء ونصف سكان الصعيد لا يستطيعون توفير الغذاء طيب يلا نبدأ برلمان الثورة يشن هجوما على العسكري بس ومش برلمان الثورة قويا يعني هو فيه طبعا جدال كبير جدا على فكرة هل هذا البرلمان يمثل الثورة ولا يمثلها ولكن عشان كده يقال برلمان ما بعد الثورة يعني بنقول كده بشكل كبير ولكن في النهاية خالص هذا البرلمان جاء بأصوات المصريين واجب احترام كل ما قدل به المصريون في صندوق الانتخابات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والواء محمد إبراهيم وزير الداخلية كانوا موجودين في مجلس الشعب أمس لإلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وشفنا الحقيقة العديد من نواب مجلس الشعب كان لهم تحفظات كثيرة جدا وشن هجوم قوي على المجلس العالي للقوات المسلحة بسبب إصدار أو تمرير قانوني الأظهر والانتخابات الرئاسة دون الرجوع إلى البرلمان والحقيقة هو هنا الإشكالية ببساطة شديدة أنه قبل 25 يناير الماضي على طول شوفنا المجلس العالي للقوات المسلحة يصرح أنه سوف ينقل الصلاحيات التشريعية الصلاحات التشريعية للمجلس إلى مجلس الشعب والسلطات التنفيذية إلى الحكومة ولكن في نفس الوقت كان يسعى إلى تمرير أو إصدار قوانين وصدرت حتى في الجريدة الرسمية حول انتخابات الرئاسة وانتخابات حول قانون انتخابات الرئاسة وقانون الأظهر ده برضو بيحطنا أمام إشكالية الحقيقة ألا وهي طيب يعني نشعر بس احنا لازم نلتزم شوية باللي احنا بنقوله نحن أمام برلمان هذا البرلمان برلمان منتخب ويجب أن يتولى السلطة التشريعية ويجب أن يتولى سلطة إصدار القوانين مش بس كده ده في بعض الفقهاء الدستوريين بيقولوا أن من حق هذا المجلس أنه يعيد النظر في كل القوانين القوانين أو التشريعات التي صدرت منذ 11-2-2011 أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من الاحتكاكات ما بين البرلمان وما بين المجلس العسكري احنا شفنا الجلسة الأولى والجلسة الثانية كما بتتكلم على حقوق الشهداء والمصابين وشفنا نبرة عالية جدا كنت أنا قبل نعقد مجلس الشعب الحقيقة كان عندي تحفظ وقلت أن البعض بيقول أن مجلس الشعبي الحالي أو البرلمان الحالي سوف يتصادم مع الميدان ولكن أنا في حقيقة في سيناريوهين أو في ثلاث سيناريوهات كانت محطوطة احنا عندنا شرعية قوة يمثلها المجلس على القوات المسلحة وعندنا شرعية شارع أو شرعية ثورية وعندنا الشرعية الثالثية شرعية الصندوق أو شرعية الانتخابات وكان هناك الحقيقة سيناريوهات عديدة أنه سوف يكون هناك صدام قوي جدا ما بين الشرعية الثورية والشرعية شرعية الصندوق أو شرعية الانتخابات لكن الحقيقة أنا شايف أنه الاتنين ماشيين مع بعض في اتجاه متوازي الحقيقة ولكن كلهم فيه آلياته آليات الشارع للتعبير عن مواقفه هي المسيرات هي الاحتجاجات وربما في بعض الأحيان الاعتصامات ولكن البرلمان برضو عنده الخط بتاعه اللي ماشي عليه ولكن هنا برضو الحقيقة في حاجة لازم نقولها أنه كثير جدا من المواطنين العادين أنا لا أتحدث عن خبراء مش مواطنين شرفاء أو مراقبين أنا أتحدث عن مواطنين عاديين جدا هم يعتقدوا أن الأداء البرلماني حتى الآن هو أداء يعني فيه استعلاق شوية؟ مش مش فيه استعلاق ولكنه أداء حنجوري شوية فيه يعني مزيد من الضجيج ولكن ما فيش حاجة على أرض الواقع حدثت حتى الآن تقول أن فيه تغير ملموس بيحصل طب إيه رجل حصل مبارح المسير اللي كانت متوجهة لمجلس الشعب وتصدق لها ما يقال عنه مش شباب الإخوين في كردون أمني يعني الحقيقة وبعد كده اللي سمعنا عنه أن كان فيه حالات ضرب كمان ضرب السيدات مرة ثانية سمعنا حالة كثير جدا مبارح ولكن خليني أقولك على حاجة مهمة أننا بقلنا فترة كبيرة جدا لقد اختلفنا أكثر مما اتفقنا وعندما اتفقنا توافقنا ما اتفقناش اللي حاصل لحد دلوقتي أننا شايفين حالة كبيرة جدا من الاختلاف وحالة كبيرة جدا من العمالة والتخوين نحن شايفين المجلس العسكري بدأ أن هو يستهدف بعض النشطاء وقال أن هم عملاء وبينفزوا أجندات وبعد كده شفنا بعض النشطاء والثوار يعني يتهمون المجلس العسكري بأنه خانة الثورة وشايفين بعد كده اتهمات إلى الإخوان المسلمين أن هم زي ما بيقولوا المصطلح بتاع ريكبو الثورة يعني حالة التراشق الحقيقة أنا شايف أنها لازم تقف من الأساس علشان نبدأ نشوف إيه اللي بقى من المرحلة الانتقالية علشان نوصل لحاجة حقيقية بعد أحداث مجلس الغزرة وأحداث محمد محمود أنا كنت معاكي هنا حتى كنت منفعل جدا وقلت أن مصر بقت شوية طوب بنحدث بهم بعض ما عادت شيء نفعل كلام ده إحنا لازم نقف ولازم نبحث عن آليات حقيقية لإنهاء المرحلة الانتقالية دون إراقة المزيد من الدماء في كل الأحوال الموقف الذي حدث أمس يجب أن يكون هناك تفسيرات واضحة جدا من جماعة الإخوان المسلمين ومن شباب الجماعة أنا شايف كمان حتى على المواقع التواصل الاجتماعي سواء على تويتر أو على فيسبوك شايفين برضو حملة التراشق دي مستمرة أن في بعض الصور عرضت على موقع الإخوان المسلمين بتقول والله أن كان فيه ناس واعتدوا على الشباب الإخوان اللي كانوا قدام مجلس الشعب بالأسلحة البيضاء واتضح بعد كده أن الصور التي تم نشرها هي صور قديمة جدا ترجع إلى أحداث العباسية وليس إلى أحداث مجلس الشعب أمس هل دور شباب الإخوان هو حماية المنشأت؟ يعني في البعض قال أن إحنا نازلين والله من غير حاجة وإحنا بس نازلين علشان نحمي النواب بتوعنا يعني كان كلام في كل الأحوال في الآخر المسيرة زي رايحة تقدم المصريين رايحين يقدموا طلباتهم للمجلس الشعب المفروض بيمثلهم يعني رايحين متوسلين مش عايزوا متوسلين عشان تحققهم يعني هما ربما ربما يكونوا خايفين أن يحصل احتكاكات تمام؟ ولكن في كل الأحوال المسؤول عن تأمين هذه المنشآت باللي احنا شوفنا في البيانات بتاعة المجلس العسكري هو الجيش هو الشرطة هل بقى كانوا خايفين أن تحصل اشتباكات ما بين المظاهرة أو المتظاهرين والقوى المكلفة بتأمين مجلس الشعب وبالتالي هما بدروا وأنا معتقدش أن في حد بيبادر إذا كنا نتكلم عن تنظيم بحاجة جماعة الإخوان المسلمين ولكن في كل الأحوال هو ما حدث يعتبر مهزلة ويجب أن نتقف ويجب أن لا نلتفت أكثر من ذلك إلى الخلافات يجب أن نتفق وعندما نتفق يجب أن نتفق على أرضية صلبة من المناقشات المستفيدة جدا مش فكرة إيه تعالوا نتفق مع بعض بشكل التوافق تسأوليات سألحنا قلناها دلوقتي متهاي لشعب المصري يليحق على جماعة الإخوان المسلمين على حصول البرحة بقى فيه بيان يتم توضيح الأمر لازم طبعا عشان ما يحصلش أي حاجة لازم طبعا طب خلينا نروح للشروع والصفحة الأولى والعسكري اللي لن يسلم السلطة لأي رئيس قبل 30 يونيو إحنا شايفين إجراءات بتحصل الهدف منها هو إسرع وطيرة الحركة في الفترة الانتقالية وبالتالي شايفين أن هناك تحركات لكي تكون انتخابات الرئاسة في شهر مارس فتح الباب باب الترشح باب الترشح تكون في شهر مارس على أن تتم الانتخابات في منتصف مايو منتصف مايو بحيث أننا ربما قبل نهاية شهر ما يكون فيه رئيس للبلاد ولكن المصدر اللي متكلم هنا واللي استنت دي جريد الشروق هو في المجلس الاستشاري يعني أنا سمعت ده أكتر من مرة الحقيقة من أعضاء في المجلس الاستشاري ألا وهو اقتراح بأن المجلس العسكري يظل على قمة هرم السلطة حتى 30 يونيو في كل الأحوال ويعللون ذلك بأن الرئيس الجديد يجب أن يكون لديه فترة كافية للتعرف على مؤسسة الرئاسة وإزاي يقدر يعني يدير الدولة هو طرح له وجهته ولكن هل سيرضى الشارع المصري عن هذا الأمر أعتقد أن ده يكون محل جدال كبير جدا برضو في الفترة المقبلة وخلينا بس نقول حاجة مهمة جدا ان احنا شايفين مظاهرات وشايفين مسيرات والناس في الشارع والان هي الناس دي عايزاها ده بيحصل كتير جدا ولكن الحقيقة على مدار سنة كاملة أنا أعتقد أن مصر كانت في حالة تجميد مش عايز أقول أنها متعمدة ولكن مصر كانت في حالة تجميد وأصفارت عم وصلنا إليه الآن وبالتالي عندما نرى حجم ما تم الاستجابة لي من 1 يناير 2012 إلى اليوم 1 فبراير 2012 ده يقول أن السلطة التي تتولى إدارة شؤون البلاد لا تتحرك إلا تحت ضغط الشارع وتحت تحركات على الأرض وبالتالي في هذه الحالة من حق المتظاهرين أن هم يتحركوا عشان عرفين أن هم لن يستجاب إليهم إلا بهذا الشكل ربما يكون الخلاف على فكرة الاعتصام جدوى الاعتصام من عدمه أنا أرى فيما أرى أن فكرة سلاسل الثورة هي فكرة عبقرية جدا فكرة الحجد وفكرة التظاهرات فكرة جيدة جدا وأعتقد أنها توصل الرسالة إلى حد كبير وربما أتحفظ على مسألة الاعتصامات لسببين أنا مش عايز أتكلم الكلام التقليدي اللي الناس بتقوله فكرة أنه يعني تعطف الناس والحاجات اللي بتتقال ولكن أنت تسمح للأطراف الأخرى أنها تستغل هذا الاعتصام في الترويج على أرض الواقع واستخدام آل إعلامية ضخمة جدا لتشويه صورتك وتشويه تحركاتك النقطة التانية تتعلق بفكرة طيب الاعتصام أي تجمع بشري في أي مكان في أي شكل شفنا في مباراة كورة أو كده أي تجمع من أي نوع هو بيدي فرصة إلى بعض العناصر أنها ممكن تخش في كلمة العناصر المندسة ولكن العناصر ربما تدي صورة غير لائقة بالاعتصام أو بالثور طيب إحنا قدومنا تقياه بس أنا عايزة جوثر كل الأخبار سريعا حالا بس الأخبار اللي معنا مهمة جدا شاء زينك يحمل معلش الكلام اللي كان بيقول دكتور كمال الجنزوري إمبارح في مجل الشعب وأعتقد أنه كان بيقول خطاب لأول مرة بيقول خطاب عشان يتوافق مع الجمهير والعايزة وشفنا أعضاء البرلمان تتلموا على الفكرة دي وهي أن القصص للشهداء ليس بالمال وليس أن أنا أخط إسمه في شارع أو على مدرسة ولكن بالقصص القصص من القتلة والمحاكمات القصص بمعنى المحاكمات العدلة وسرعة الإلبت فيها في كل الأحوال إحنا من البداية المحاكمات خالص وإحنا عارفين في كل الأحوال إنها لن يصدر حكم قبل شهر مارس وده برضو حيبان أكتر في الفترة اللي جاية حديث الساعة هو ما يحدث على أرض مصر من استخدام السلاح وأحداث حوادث سطو مسلح وبرضو قد يظهر الأمر وكأننا أصبحنا في شيكاغو بالضبط يعني أعتقد أن هذا الأمر يحتاج إلى تكسيف دائرة البحث شوية وإن إحنا نبدأ ناخد إجراءات في بعض الحوادث على علامات استفهام كثيرة جدا زي الرجل اللي قتل سائق ميكروباس في شارع جامعة الدول العربية ليه الناس اعتصمت بعد كده وقفلت شارع جامعة الدول العربية لأنهما بعد ما توجهوا إلى قسم الشرطة لم يجدوا الجاني وجاني كان مشي فليه علامة استفهام مهمة جدا النقطة الثانية ظاهرة انشار السلاح في ساناء هي ليست ظاهرة جديدة لا مش ظاهرة جديدة إحنا نتكلم على استخدام أرب جي وأسلحة سقيلة كلام ده موجود هو ظهر على الساحة بشكل كبير جدا بعد وحتى ناس الطبيعية والله يا محمد موجودين أنا ممكن من بعد 25 ناير 2011 الناس كتيرة جدا بحجة أنه والله أنا بحمي نفسي وبحمي بيتي وبحمي ألي بزبط فبيروحوا يشتروا الأسلحة وبيشتروا الحاجات حتى اللي اكترك تشكوا الحاجات اللي موجودة دي لكن في كل الأحوال في خطف لحوالي 25 خبير ياباني صيني آسف في موصنع للأسمنت في سيناء الموضوع تعلق بهيبة الدولة في الأساس وفي الأول في الآخر وده كمان مرتبط بمسألة إغلاق هويس إسناء والخسائر اللي ممكن للمتترطل عليه إغلاق هويس إسناء بقالنا عشر تيام بقالنا عشر تيام نرجع تاني لحاجة أنا قلتها هنا قبل كده وده تتعلق بالجانب الأمني تتأكد أنك هتقوله هاني أنا عارفة أو مؤرية الخبار قلت محمد أكيد أقول نفسك أه وتتعلق بالمسألة الأمنية ألا وهي إدارة الأزمات ده صحيح إدارة الأزمات أنا لازم يكون عندي استشعار ولازم يكون عندي معلومات وعندي بتقولي والله إن المكان ده أو القطاع ده هتحصل فيه أزمة بسبب واحد واثنين وثلاثة فأنا بسرعة أحتوي هذه الأزمة قبل أن تقعها وأتحدث مع الناس وأتعهد بتنفيذ مطالب على جدول زمني محدد جدا علشان أمنع هذه المظاهر قبل أن تحدث سواء قطع الطرق أو ما إلى ذلك فكرة هيبة الدولة يجب أن يتم عقد شيء من الحوار مع الناس عشان يفهمه بس أن الاعتصام له سروط وله ظروف معينة مع كامل الاحترام والتقدير إلى مطالبتك بمحقك لأن هذا الشخص الذي خرج لكي يطالب محقه والذي يعرض نفسه إلى مسألة قانونية وأربما يعرض نفسه لمخاطر أخرى أكيد يعني عشر تيام كدير هذا بد يدل على بطء التعامل مع الأزمة أعتقد أن نحن محتاجين تفاعل أكبر من كده مجلس الشورى خلاص يعني شايفين تفاوض للإخان والسلفيين في القوايم وشايفين عادة على موضوع مقاعد الفردي ولكن الظاهرة الأساسية في هذه الانتخابات هي الإخبار الضعيف جدا من الناس وكأنه ما فيش أصلا انتخابات البعض فعلا ما كانش يعرف أن فيه انتخابات لمجلس الشورى خصوصا أنه كان فيه حديث كثير جدا الفترة الأخيرة عن جدوى أصلا الإبقاء على مجلس الشورى في كل الأحوال احنا مش محتاجين نخش في تفصيل أو تفصيلات كثيرة جدا وجانبية وعايزين نهتم بالقضايا الأكثر إحاحا وهي المرور بسلام من المرحلة الانتقالية وفي أسرع وقت ممكن نتمنى محمد محمد مشكورك جدا على وجودك معنا النهاردة وكان نفسي مثلا هيكوني لأحديث تاني أكيد يعني خلينا نروح دلوقتي لتقرير وشاركة طائرات الإسلامية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة في أسبوع الثقافة والسياحة الروسية بالغردقة من مطارح بعض علامات الاستفاهام على تعامل طائرات الإسلامية مع موضوع السياحة في مصر تعالوا نروح الغردقة نشوف إلي بيحصل ترجمة نانسي قنقر